وفق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف بشأن الإعلان عن مصابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية وأكد مجلس الوزراء أن الغرض من القرار هو استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة من خلال الامتحانات التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يتم الإعلان عن مصابقتين لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يناير القادم